إن حاجة المسلم إلى طلب العلم الشرعي والعناية به من أشد الحاجات وأعظمها لأن سعادته وفلاحه في دنياه وآخرته متوقف على العلم فلا سبيل إلى الجنة ولا وسيلة لتحصيل تمام المنه إلا بالعلم وتحصيله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل فعلا في أعظم مشهود به ألا وهو توحيده سبحانه قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأدفاعه إلى يوم الدين أخواني الكرام أخواتي الكريمات ورحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركة يطيب لي أن أتواصل معاكم في هذا البرنامج الطيب المبارك سيرة ومسيرة للحديث عن أبناء الكويت وجهودهم في نشر العلم وتعليم الناس الخير والكويت معروفة عبر تاريخها بأبناءها الأبرار الأخيار الذين ساهموا بأعمال الخير ونشر العلم وتعليم الناس أمور الخير وأمور الدين وهذه الكويت عبر تاريخها مليئة بصفحات بيضاء ناصعة جميلة بأبناءها الذين أخذوا على أنفسهم تعليم الناس الخير أن الله وملائكته والحوت في البحر والنمل في الجحر يستغفرون لطالب العلم ويستغفرون لمعلم الناس الخير أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبناء الكويت عبر تاريخ الكويت الممتد لأربعة قرون لهم أياد بيضاء ولهم بصمات جميلة جدا في طلب العلم وفي نشر العلم ويمكن هذا البرنامج يسلط الضوء على أبناء الكويت ودورهم في حرصهم على طلب العلم وحرصهم على تعليم الناس العلوم النافعة ومن أبناء الكويت اللي كانت لهم بصمات رائعة وجميلة في العلم والتعليم ونشر العلم هو الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح رحمة الله ولد الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح عام 1949 للميلاد وتربى في كنفي أسرة عرفت بحب الخير وتلقى تعليمه حيث حصل على دبلوم المعلمين كما حصل على الليسانس في اللغة الإنجليزية من إحدى الجامعات الهندية عمل معلما في وزارة التربية في بداية حياته ثم انتقل بعد ذلك للتطوع في مجال الإمامة والخطابة والوعظ الديني كان رحمه الله شغوفا ببر أمه السيدة شريفة وكذلك مرضعته السيدة بخيتة وأخته الكبرى السيدة لطيفة التي كانت بمثابة الأم له حيث كان لا يألو جهدا أن يلتمس حاجاتهن اليومية رغم انشغالاته الكثيرة كان رحمه الله عرف بحرصه الشديد على تنشئة أولاده التنشئة الإسلامية الصحيحة فكان يحثهم بشكل مباشر وغير مباشر على إقامة الصلاة وعلى مساعدة الآخرين شيخ أحمد عبد العزيز الفلاح أحد ابناء الكويت اللي ترأرعوا في دولة العطاء والإنسانية وفي بلد الخير والعطاء وفي مركز العمل الإنسان العالمي الكويت عبر تاريخه نشأ في أسرة كريمة محبة للخير دوانية الفلاح يعرفونها كبار السن ووثقتها كتب تاريخ الكويت اسمها السداحة معروف أول دوانية الفلاح السداحة يعني الإنسان لما يبي القيلولة الظهر ينسدح يستريح فكانوا عابر السبيل والعمال العزاب الذين أتوا الكويت من القبائل المجاورة ومن دول العالم العربي الإسلامي لكسب الرزق وكسب المال الطيب المبارك ليقتاتوا بأنفسهم وأولادهم وأهلهم عندما أتوا الكويت في ذلك الزمان كانوا يأتون إلى دواوين الكويت كانت دواوين الكويت بمثابة الفنادق والبيوت الوقفية التي فيها الاستراحة وفيها إفطار الصائمين وفيها وجبات الإفطار والغداء والعشاء والاستراحة في فترة الظهيرة والنوم في الليل فكانت دوانية الفلاح عائلة الفلاح الكريمة اسمها السداحة لأن العمال عندما يأتون في فترة الظهيرة إلى الدوانية ويتغدون يستريحون في القيلولة الظهر لأنهم يقومون العصر يصلون في المسجد ثم يكملوا وظائفهم وأعمالهم فكانوا يستريحون في دوانية الفلاح ينسدحون فلذلك كانت دوانية الفلاح تسمى دوانية كانت تسمى بالسداحة وكانت دواوين لكويت كلها معروفة بهذا العمل وكانوا أصحاب الدواوين يطلبوا من أولادهم لصغار إنهم يروحون الدواوين الأخرى خلسة ينظرون كم يطبخون في اليوم كم كيس من الرز لأنه كانوا يتنافسون دواوين دوانية شملان ثلاث خيش أيش؟ دوانية العسعوسي مثلا أربع خيش دوانية الروضان وهكذا الدواوين في الكويت فكان هناك تنافس بين أهل الكويت في عمل الخير وفي العطاء والله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نشأ الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح في هذه الأسرة المحبة للخير أسرة الفلاح يوزعون الماء يوزعون الأكل وعندهم حملة الحج يأخذون معهم الحجاج اللي ما يقدرون يسافرون على نفقتهم يرسلونهم معاهم على نفقتهم في سبيل الله إرسال الحجاج على نفقتهم الخاصة حتى الحجاج السنادوة الذين كانوا يأتون من السند والهند مشيا على الأقدام ثلاثة شهور يوصلون لكويت يلتقطون أنفاسهم في الكويت ينامون في الدواوين وينامون في المساجد وينامون في البيوت الوقف بيوت الوقف لكويت وكانوا أهل الكويت يطعمونهم من الطعام يقعدون أسبوعين أو ثلاث أسابيع يلتقطون أنفاسهم يريحون وأهل الكويت يعطونهم الطعام ويعطونهم اللباس ويعطونهم المال ويخلونهم يرتاحون أسبوعين ثم بعد ذلك ينطلقوا مع حملات الحج الكويتية يسايرونهم إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة كانت حملة الفلاح تأخذ معاهم هؤلاء لإرسالهم إلى الحج ويصرفون عليهم أثناء طريق الحج إلى مكة وإلى المدينة وكان أحمد الفلاح وهو صغير يدور في أحياء الكويت وسكيكها فيرى بعض المناطق أو بعض البيوت اللي ما كان فيها أحد يسكن أو تكون حوطة محاطة بسور وكانت بيوت خالية معدل البيع أو أهلها تاركينها فكان هؤلاء السناد ويون يرتاحون فكان أحمد الفلاح هو شاب صغير يرى هؤلاء بملابسهم الرثة فكان يروح يقول حق جدته شريف الفلاح يقول لها يم في ناس موجودين في البيت الفلاني أو في الحوطة الفلانية أو في المكان الفلاني ولكنهم ما عندهم أكل يأكلون فكانت شريف الفلاح رحمة الله عليها تطبخ لهم وتعطي أحمد يودي لهم الأكل وكانت تقول له أبيك تنظر لهم من بعيد وتشوف هل الأكل يكفيهم أو ما يكفيهم فكان يرجع في بعض الأحيان ويقول أن الأكل ما كفاهم فكانت تطبخ لهم طبخ زايد وكان لما يريدون هؤلاء السفر إلى الحج مع الحجاج الكويتيين كانت شريف الفلاح تعطيهم من المال ومن الطعام هكذا نشأ أحمد عبد العزيز الفلاح لما كبر أصبح من رواد العمل الخيري في دولة الكويت حرص على طلب العلم وتعلم في مأحد المعلمين وأخذ الدبلوم ثم بعد ذلك أكمل دراسته في البكالوريوس باللغة الإنجليزية لأنه كان يحب يعلم الناس الإسلام باللغة الإنجليزية لغير الناطقين باللغة العربية فكان يعلم باللغة العربية وكان أيضا يحرص على تعليم الغير ناطقين باللغة العربية علوم الإسلام والقرآن الكريم وعلوم الشريعة هكذا كان عنده حرص على التعليم بعد ذلك أصبح إمام مسجد في منطقة الخالدية وكان لدور في المحاضرات التي كان يلقيها وكان يلقي المحاضرات في دواوين الخالدية وفي دواوين الكويت وفي الأماكن التي كانت تلقى فيها المحاضرات الملتقيات الثقافية ثم بعد ذلك أصبح خطيب في منطقة الخالدية فهو إمام متطوع وخطيب متطوع وأيضا كان لدور كبير في نشر العلم تعلم العلوم النافعة ثم أصبح لزام عليه وواجب عليه يملي على يدينا أن يعلم العلوم الشرعية مثل ما تعلم يعلم وهكذا يسير أبناء الكويت بتعلم العلوم النافعة ثم بعد ذلك ينطلقوا لتعليم الناس الخير الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح أيضا أنا سميه الداعية الشامل كان إمام متطوع وكان خطيب متطوع وكان أيضا يلقي المحاضرات في الدواوين وكانت دوانيته في الحقيقة أنا سميها أيضا السداحة ليست فقط السداحة أنه يستريحون فيها الناس ضيوف الكويت الذين كانوا يأتون من الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي كانوا يرتاحون عنده في دوانيته كان بيته مثل الوقف مثل الفدق مثل المظافة وينشأ ناشئ الفتيان منه على ما كان عوده أبوه تربه في أسرة كريمة محبة للخير فواصل هذه المسيرة كما يقول الشاعر نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعله أنا أذكر أن الدكتور عبد الرحمن الحجي مؤرخ السيرة النبوية والتاريخ الأندلسي رحمة الله عليه كان يأتي إلى الكويت كان هو دكتور في جامعة الكويت وبعد ذلك أصبح دكتور في المملكة العربية السعودية ثم في الإمارات ثم درس في كثير من دول العالم العربي والإسلامي ثم ذهب إلى أسبانيا هناك لأنه كان عاشق لتاريخ الأندلس تاريخ الحضارة الإسلامية الأندلسية فكان يأتي إلى الكويت وأراد أن يعمل برنامج تلفزيوني وكنا نريد لمكان يناسب الحضارة الأندلسية فكان أحمد الفلاح رحمة الله عليه في سردابة في دوانيته وضع زخارف أندلسية للحضارة الأندلسية فعرفت عليه أنه سجل هذا البرنامج في سردابة في بيته في دوانيته في السرداب فقال بكل أريحية أتشرف وأنا خادم لكم وأنا بيتي مفتوح لكم في كل وقت تأتون تدخلون الباب تطرقون الباب يطلع لكم السائقة والخادم اللي عندي في البيت يفتح لكم في أي وقت من صبح أو نهار أو ليل تسجلون ففعلا سجلنا حلقات جميلة جدا في بيته وكان دوانيته ملتقة لإفطار الصائب ثلاثين سنة فطور الأثنين والخميس في بيته في دوانيته وكانت هناك دوانية أسبوعية للمحاضرات والندوات أهالي الخالدية وأصدقاء ابن الدعاة والعلماء وضيوف الكويت كانوا يأتون إلى دوانية الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح رحمة الله عليه فأذكر لما أسسنا ملتغى لكويت الخيري كان التقاء الجمعيات الخيرية في دوانيته في الخالدية وعندما تم إنشاء مبادرة لرابطة الأمة والخطباء في الكويت كان هو أحد المبادرين لها وكان ملتقة هذه النقابة والجمعية العمومية للنقابة سنويا في دوانيته سخر كل أمكاناته سخر كل أوقاته سخر كل ما عنده من طاقة لخدمة العمل الخيري والتعليم ونشر العلم داخل الكويت وخارج دولة الكويت وهو من أوائل من أسس لجان الزكاة في الكويت في بداية سبعينيات القرن العشرين لجنة الزكاة التي كانت تؤسس في المناطق مثل لجنة زكاة العلبان لجنة زكاة كيفان لجنة زكاة العثمان اللجنة الزكاة التي كانت في جمعية الإصلاح الاجتماعي في بداية سبعينيات كان من مؤسسينها ومبادرينها أحمد عبد العزيز الفلاح رحمة الله عليه يزور التجار يطلب منهم التبرع للجمعيات الخيرية وأذكر أن زار الشيخ جابر أمير الكويت رحمة الله عليه وتبرعها بمبالغ كبيرة لتنفيذ مشاريع متنوعة في فلسطين وعندما تم استكمال هذه المشاريع وبناءها أخذ تقارير هذه المشاريع وزار الشيخ جابر الله يرحمه وأعطى هذه المشاريع الخيرية وأذكر سنة من السنوات طلبت إحدى الجاليات الإسلامية في أوروبا شراء كنيسة أراد أصحاب الكنيسة بيحة واقترحوا على المسلمين أن تتحول هذه الكنيسة إلى دار عبادة لأنهم مهجورة هذه الكنيسة ويريدون بيحة فلا يريدون بيحة إلى تكون فندق أو تكون مكان ثقافي أو تجاري فعرضوا على الجالية الإسلامية أن يشتروها لتتحول إلى دار عبادة ومسجد ومركز إسلامي فزاروا لكويت وطلبوا من أحمد الفلاح رحمة الله عليه فشمر عن ساعد الجد وزار التجار وزار المحسنين وكان المبلغ المطلوب مليون دولار وفي خلال أسبوع أو أسبوعين جمع هذا المبلغ وتم شراء هذه الكنيسة وتحولت إلى مركز إسلامي ومسجد في أحد الدول الأوروبية كان الشيخ أحمد الفلاح عضو مجلس إدارة في جمعية الخالدية التعاونية وكان يزور دواوين الخالدية وكان يزور دواوين الكويت في الحقيقة كان نشيط في العمل الدعوي وفي نشر العلوم كان يلقي محاضرات إسلامية كان ينشر العلم وأيضاً ما أنسى أنه كان يعد ويقدم برامج إذاعية في إذاعة القرآن الكريم وأيضاً في إذاعة الكويت وفي أغلب القنوات الإذاعية في دولة الكويت وكانت له برامج طويلة وكثيرة حتى بعد أن أصبح مريض ومقعد في البيت ولا يستطيع أن يذهب إلى الاستيديو كانوا يأتون الشباب في الإذاعة إلى بيته ويعطون مسجلة صغيرة فكان يسجل البرامج الإذاعية في بيته وتبث عبر إذاعات الكويت وأيضاً كانوا يتصلون فيه عبر الهواء ويعملون لمداخلات وكانت لبرامج كثيرة عن العمل الخيري وعن العمل التطوعي وعن المناسبات الإسلامية مثل إسراء والمعراج ورمضان والمولد النبوي والهجرة النبوية وشعبان وموسم الحج فكانت له مساهمات كثيرة في نشر العلم داخل دولة الكويت وأيضاً خارج الكويت كانت له زيارات كثيرة لدول العالم العربي والإسلامي أي نكبة من نكبات العالم الإسلامي كان أحمد الفلاح من المبادرين مع الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات لإغاثة إخوان المسلمين سواء كانت في البوسنة والهرسك أو في الشيشان أو في بورمة أو في فلسطين أو في لبنان أو في الدول التي تحدث لها النكبات والزلازل والكوارث والمجاعات في أفريقيا كان أحمد الفلاح دائماً مسارع ومبادر لتنفيذ المشاريع الخيرية ودعوة الجمعيات الخيرية في بيته لعمل حملات فزعات لإغاثة إخوان المسلمين في دول العالم العربي والإسلامي كان الشيخ الفلاح كريماً جواداً شهماً محباً للخير لغيره شاعراً بالمسؤولية تجاه الآخرين من حوله في كل بقاع الأرض كان حاملاً هم الأمة الإسلامية داعماً لما استطاع من مشاريع غيوراً على الدين وأهله مدافعاً عنهم راعياً لمصالحهم وحاجاتهم كان مهاب الشخصية لكنه في الوقت نفسه ودوداً لا يجرح أحداً هادي الطباع لا يغضب إلا للحق كان ذا رأي راجح يرجع إليه محبوه ومعارفه ويقصدونه في بيته في حل مشكلاتهم وصعابهم وقد استضافهم في بيته على مائدة فطور صيام يوم الاثنين لأكثر من ثلاثة عقود حتى يوم الاثنين الأخير قبل وفاته عرف الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح رحمة الله عليه بطيبته وقلبه الرهيف وعاطفته الجياشة في تعامله مع الناس ويقول الرسول عليه السلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فكانت عاطفته القلبية جياشة وكانت يتأثر بقضايا المسلمين وكان متألق بوالدته يتألق كبير ويحرص على برها وعلى تقديم الخدمات لها وعلى إسعادها وكان واصل لرحمه وكان يتأثر بأحوال الناس ويتأثر بحاجات المسلمين ومر من المرات سافر إلى أحد الدول في آسيا وكان راكب الباص فرأى امرأة كبيرة بالسن جالسة في آخر الباص لوحدها وكان هو يجيد اللغة الإنجليزية وكان هو درس الأدب الإنجليزي وأخذ يحدثها يقول لها أين ابنك؟ أين أبنائك؟ فأخذت تبكي وتقول أبنائي تركوني من 16 سنة وليس لي أحد الآن يساعدني فتأثر تأثر كبير وكان عادة في مثل هذه الباصات مكروفونات يحطون فيها بعض الأفلام أو بعض الأغاني أو بعض البرامج الترفيهية حتى يواصلون للمسير لأنه كانت المسافات بالساعات في مثل هذه المناطق وهذه الدول فاستعدن من المسؤول عن الباص أنه يمسك المكروفون ويتحدث فيعطوه المكروفون فأخذ يتحدث عن بر الوالدين ويقول أني أنا أتيت من الكويت إحنا في بلدنا دائما نحرص على بر والديننا وديننا الإسلامي يدعونا إلى بر الوالدين وأنا أتفاجأ الآن كيف أن هذه السيدة بهذا العمر تركها أبنائهم منذ سنوات طويلة فأخذ يقول لهم أنا أحثكم على بر والدينكم ويجب الحرص عليهم ويجب خدمتهم فأخذ يبكي وكل من في الباص كان يبكي معه متأثراً وأيضاً كان نشيط في تقديم المساعدات للمسلمين في دول العالم العربي والإسلامي وكان له بصمات كثيرة في الحقيقة في العمل الخيري الكويتي من خلال الجمعيات الخيرية التي أسسها أو ساهم في تأسيسها أو كان عضواً مشاركاً فيها لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين وتنفيذ المشارع الخيرية الكثيرة أذكر مرة من المرات اتصل فيني وقال لي أنا عندي رغبة أني أؤسس مبرة خيرية وأحتاج إلى تسعة من المؤسسين فطلب مني أن أكون معا من أحد المؤسسين إحدى المبرات الخيرية عندما بدأت الكويت بفتح المجال لتأسيس مبرات خيرية فحط أهداف أن تقوم هذه المبرة الخيرية في تشجيع العلم وفي دعوة أهل الخير للتبرع للمشاريع الخيرية وكفالة الأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار في الحقيقة أن الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح رحمة الله عليه كان نموذج رائد للعمل الخيري وهو أحد رواد العمل الخيري الكويتي وأذكر أني طلبت منه أني أسجل معاه حلقة من الحلقات في برامج رواد الخير في قناة إثراء وسبحان الله أصيب بمرض واتصلت فيه كنت أزوره بالدوانية في البيت فقال لي زورني في البيت إذا رأيت أن حالتي تسمح بأن أقوم بعمل لقاء تلفزيوني فأنا ما عندي مانع فلما ذهبت له وكان في الحقيقة متعب وكان لا يستطيع الكلام إلا بطريقة متعبة بطريقة صعبة وظل ثلاث سنوات على هذا المرض صابر محتسب راضي يستقبل الناس بابتسامه الناس تأتي إليه تهون عليه لأنه مريض وهو فيه الدوانية في بيته يعني يشجع الناس على العطاء ويقولهم أنا بخير والحمد لله والحمد لله أسأل الله عز وجل الشفاء والمعافات ويعني كانت الناس تذهب للنصح تعطيه الموعظة وكان هو الذي يقدم الموعظة والنصح للناس وكان يستقبل الناس بكل أريحية وتغفي رحمة الله عليه بعد سنوات من العطاء وسنوات من البدل ونشر العلم والسعي في قضاء حوائج المسلمين وتنفيذ المشاريع الخيرية في دول العالم العربي والإسلامي وظل صابرا محتسبا حتى وفاه الأجل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يبارك في أهله وفي ذريته الذين يواصلون الآن أعمال الخير ويستكملون مشاريع الخيرية وأفكاره ومبادراته بهؤلاء الأبناء الأبرار الذين يكملوا مسيرة أبوهم الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح وبعد رحلة عناء مع مرض عضال في سنواته الأخيرة توفي الشيخ أحمد الفلاح في الثلاثين من جماد الآخرة عام 1440 للهجرة الموافق السابع من شهر مارس من العام 2019 للميلاد فقد حزن عليه الكثير من أبناء الكويت الذين رأوا في وفاته فقدا لأحد أعمدة العمل الخيري رحم الله الشيخ أحمد الفلاح وتقبل منه عمله وجعله في ميزان حسناته هذا النبراس لأبناء الكويت ولأجال الكويت ولشباب الكويت ليواصلوا مسيرة العمل الخيري في كويت الإنسانية الكويت مليئة بأبنائها وبشبابها الذين نشطوا في أعمال الخير وفي العمل الإنساني التي اليوم تستحق لكويت أن نوثق هذه الأعمال الخيرية ورجالاتها وشبابها ورجالها ونساءها وهؤلاء الرواد الذين تركوا إرث عظيم علينا حتى نحن نكمل هذه المسيرة المباركة في كويت العطاء وكويت الإنسانية خاصة بعد أن اختارت الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014 الكويتي المركز العالمي للعمل الإنساني واختارت الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل رحمة الله عليه قائد للعمل الإنساني فالكويت هي بلد الإنسانية وبلد العطاء وشبابها بذلوا جهود كبيرة ولعل سيرة أحمد الفلاح رحمة الله عليه كنموذج ومثل أعلى لرجالات الكويت ودعاة الكويت وعلماء الكويت ورواد العمل الخيري في الكويت في هذه الجهود التي بذلوها فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وبعد وفاته مباشرة رأى أحد أصدقاء رؤية وأخبرها لأبناءه بأنهم رأوه وقالوا له رأيناك يعني يسلمون عليه ويقول له أن نتول الآن دفناك فكيف صحتك فيقول أنا براحة وأنا مرتاح وأنا أموري طيبة فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يوسع منازله وأن يجمعنا معه في أعالي الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنة أولئك رفيقا وأن يبارك في أبناء ودريثة وأن يبارك في الكويت وأهلها حكاما ومحكمين بهذه الأعمال الخيرية التي يقومون بها ليس منة وليست تفضلا وإنما واجبا إنسانيا دعانا إليه دينا الحنيف بالدعوة إلى الخير ورياضة العمل الخيري ويمليه عليه ضمير الإنساني بأن نقوم بهذه الأدوار وأن ننشر الخير داخل الكويت وخارج دولة الكويت والحمد لله رب العالمين